وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأطحى المبارك الموافق العاشر من دي الحجة 1444 هجريا والعيد 71 لثورة 23 من يوليو لعام 1952 كما وفق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقية الصادر في الخامس من مارس من عام 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19.650 سهما ترجمة نانسي قنقر